أمل من عمان تقول أختي حامل صال لها أربعة أشهر وقيل لها بأن الجنين مشوه واستشرنا كم مستشفى بخصوص التشوه فما حكم الشرع هل تجهض أم تصبر أمل بارك الله فيك يقول لأختك تصبر وتتق الله ولا تقتل هذه النفس وكثير من الأشعة وكثير من التقارير ظهر كذب كذبها فتبين أن الجنين سليم ما في شيء وبعدين حتى لو كان الجنين مشوه بأي حق نزهق هذه النفس وهذه النسمة التي أعطاها الله عز وجل حق الحياة بأي حق حتى لو نزل مشوه حتى لو نزل معوق بأي حق نقتل هذه النفس وبعدين ما تدري أختك هذه يمكن هذا الولد هذا الجنين سبب من أسباب دخولها الجنة وسبب من أسباب سعادتها ورزقها في الدنيا قبل يوم القيامة فما يجوز اتقوا الله للأسف الشديد الآن بعض النساء بمجرد يظهر تظهر الأشعة قالوا والله مشوه وفي نقطة وفي شيء راحت وأجهضت خافوا الله بعض الأجنة عمره خمس تشهر وستة أشهر والله شافوا نقطة في وحدة من الأخوات قالوا لأجهضي لأن الولد غير طبيعي الجنين غير طبيعي ورفضت ونزل الجنين سبحان الله شعر طويل البنت الجنين شعر طويل وشوش على الأشعة ومن أجمل البنات وفي أمرأة وأظن تشاهدني قالوا لأجهض ورفضت قالت ما يمكن قالوا يقتلك الجنين قالت أبدا وسبحان الله والله حدثتني بنفسها قالت أقسم بالله ابني الآن فوق العشرين سنة عمره حفظ القرآن وأفضل أولادي بار في وما شاء الله هم بارك تقول من أفضل أولادي وطلبت مني أقول هذا الكلام في التلفزيون لما سمعت لي جواب في حلقة من الحلقات تقول أفضل أولادي هو وقالوا لأ أجهضي وهذا يمكن يسبب على وفاتك وأصرت على بقاء والحمد لله رب العالمين